السلام عليكم وحياكم الله جميعاً وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد بهذا الفيديو اليوم رح نسوي مشروع جديد ومشروع مهم هذا المشروع بإمكانك أن تنقله إلى مشاريع هواية وتطبق من عنده على مشاريع عملية بالواقع هواية فخليني أشرح لك عن هذا المشروع بهذا المشروع إحنا رح نستخدم فيديو جاهز بإمكاننا أن نحوله إلى كاميرا باستخدام الويب كام مثل ما سوينا بالدرس اللي فات فبإمكاننا أن نستخدم فيديو جاهز حنقوم بحساب عدد سيارات في مقطع معين أو في شارع معين وحن نحسب الريال تايم ونعرف كم سيارة مرت من هذا الشارع هذا الفيديو ليش مهم؟ لأنه بإمكانك أن تطبق على أرض الواقع بإمكانك أن تراقب بشارع معين بإمكانك أن تراقب بمدخل قراج معين مثلاً وتحسب عدد السيارات اللي دخلت وبإمكانك أن نتعدل عليه بناء على احتياجك ومشاريعك طيب أول شي رح نجي نسوي بهذا المشروع هو رح نسحب ملف الويب كام اللي أنشأنا ونسوي كونترول اي كونترول سي ونجيبه آآ أو ننسخ الملف كله آآ بالويب كام اللي هو هذا وننشأ ملف أنا اشتغلت على المشروع وحضرته ولكن رح أجي أسوي وياك آآ من البداية فنجي نسميه كار كاونتر وبداخل ملف الكار كاونتر رح نسوي بيست ونجيب الويب كام وننشأ ملف جديد نسمي كاونتر 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 كام هذا الكاونتر كارز الملف اللي حيكون عدنا وننزل بي كل اللي نحتاجه من ملف الويب كام نسكره هنا نسكره هنا نسكره هنا ونحتاجه هذا طيب أول شيء احنا نحتاجه نسوي هو أنه نشغل الفيديو ونشوفه أنه هل البرنامج شغال وهل عدنا كل شيء تمام عدنا هنا بريك بوينت موجودة نشيلها عدنا ملف الفيديوز ملف الفيديوز خلي نجي نشغل فيديو على هذا الأساس فأول شيء نسوي نروح على ملف الفيديوز ونستدعي ملف كارز مثلا كارز 2 mp4 أو كارز 3 نسوي لران حتى أشوفك الملف شنوه هذا الفيديو اللي راح نستخدمه راح يكون فيديو إلى راوندبوت أو يعني دوار أو فلك احنا نسميه بالعراقي اللي راح نسويه راح نحسب عدد السيارات الموجودة طبعا بالفيديو احنا عدنا فرايتي عدنا بايسيكول مثل ما انت شايف عدنا ناس دا تمشي أظن هناك ناس دا تمشي عدنا باس عدنا تراك أو فان يعني عدنا أحجام مختلفة فراح نجرب هذا الفيديو أول شيء ونستدعي كارز 2 هياته حنسوي ران ونشوف ش راح يصير بيانا طبعا فعالت الجي فيو عندي بالبروسسنج إذا انت شفت الحلقة اللي فاتت أو الدرس اللي فات راح تشوف انه البروسس كان وده سي فيو البروسس الآن وهي الجي فيو نفيديو RTX 3060 وابلش عدنا الفيديو يشتغل خليني بس أجيبه لهذه الشاشة فهذا الفيديو مثل ما انت شايف أول شيء إحنا راح نسوي بهذا الفيديو أول شيء راح نقوم بعمله أول شيء راح نقوم بعمله بهذا الفيديو مثل ما انت شايف أنه الCornerز هناكبار يعني الCorner دا يلتسق Corner بCorner يعني دا يوصل الCorner الفوق والCorner الجوز يلتقون فاللنكت هذا طويل فرح نقصره شايف مثلا هنا بهذا المكان انه الCorner دا يداخل بعض فهذا الشيء مجيد person person هنا الperson مجدد يعتبر bicycle الباص دا يشوفه باص الconfident حلو الaccuracy جيدة كل شيء جميل بهذا الفيديو ولكن أول شيء احنا راح نسوي حتى نحسب عدد السيارات أول شيء راح نسوي راح نسوي preprocessing أو preparing نحضر هذا الفيديو أول شيء راح نسوي راح نقصر هذا اللينكت عدنا هذه الوفست كبيرة اللي هي هذه المنطقة البنفسجية اللي دا ينكتب عليها car truck مثل ما سلتا شايف هنا هو ما متأكد هيا car low truck دا تظل تروح وتجي بين الcar والتراك طبعا لأنه الفيديو قد يكون بعيد أوكي ثلاثا هذا الشخص هو نهائي ما دا يشوفه anyways خلني نبدي نعدل بال فيديو طيب أول شيء قاني أرد أعدله بالفيديو هو أرد أعدل هذه الستيتمنت لأنه راح نستخدمها هواية وراح نطبقها هواية وراح نتعامل ويها هواية فهذا أول شيء راح أقوم بتعديله أوكي أول شيء راح نجي نسوي هو نكتب key equals to CV CV2 dot weight key واحد عرفنا الكي كلمة key هي شنا نجي نقول هنا if yeah هذا الكلام لازم أصعد هيا قبل يعني بس انتبهت على هذي فهذه لازم تجي هنا حتى ما نخربط فنقول if key equals to O-R-D Q no it has to be Q يعني ننسى خاذي O-R-D-Q then break فإذا كانت كلمة إذا كان key key عرفنا هو الweight key واحد فإذا دخل Q شت سوي سوينا break وإذا كان الweight key if uh if key equals to O-R-D مثلا آني اللي أردأ سوي هس أقول لك آني اجدأ أفكر حتى أفكر سوى then CV 2 weight key minus 1 شنو يعني وهذا الكلام هذا إذا نلغي لأنه ما نحتاجه وننزل شوية بشاشة شنو هذا اللي آني سويته آني اللي سويته أنه خليت هنا function خليك تتحكم بالkeyboard الإعاز الأول هو أنه إذا عرفت آني key شيء سميته key وهذا الكي هو الweight key الweight key هو أنه تبدأ أنت تتحكم بالkeyboard عن طريق ال computer vision أو CV 2 إذا كان الكي اللي اختارنا يساوي الكيبورد cue فأنت انهيلي أو سويلي destroy للwindow أو اطلع من النافذة بس إذا أنا جست على P فأسوي الweight key minus one أنه يعني يوقف للشاشة ليش لأنه هسا انت تشوف خلي نجي نسوي run رح تفتهم الفرق cue عادي رح توقف لنا الشاشة إن الفيديو طويل فإحنا ما ريد كل شوية ندوس على stop أو كذا ريد نسوي تحكم أكثر بالkeyboard فمثلا هسا P pause نرجع ندوس P يرجع يشتغل P pause فمثلا انت تريد تباو تريد تشوف تريد تحلل حتى تقدر تتحكم بال شوف هسا هنا مثلا الباص دي يقرأ track فأنت تريد تشوف اجده يصير بعدين بلش تحول إلى باص تمام أوكي ممتاز ندوس على cue سوان destroy نجي الآن نعدل الكورنر ركتانجل اللي هو هذا الكورنر ركتانجل الكورنر ركتانجل بالإعاز L أو ال function length اللي هو طول الكورنر ركتانجل فهو دي اخذ الديفول فالديفول دي ينطي 30 فنجي هنا نعدل ونسوي أقل من ذلك فنجي هنا فاصلة L equals to مثلا ونجرب نسوي run للفيديو ونشوف شون رح يطلع المفروض الآن صار أقصر أوكي شو بس الريكتانجل اللينكت صار أقصر يعني مثلا السيارات اللي جاية من فوق مثلا هاي هس يعني تقريبا ملتسق الكورنر ركتانجل ويا الثاني ولكن أحسن من قبل ممكن نقصر بعد شوية نخلي أقل خلي نقصر بعد شوية خلي نسوي عشرة خلي نسوي عشرة ونسوي run ثاني أوكي بس نشوف السيارات اللي جاية من تحت والسيارات اللي جاية من فوق هس أحسن هس أحسن وانت جمالية أكثر زين نجي على شغلة ثانية نعدل أوفست فخلي أول شي نوقف الفيديو فنجي على إعاز البود تيكست رك ونشوف رح نشوف نلقي بهذا الإعاز عندنا أوفست هو 10 فنجي نظغر ونسوي أقل من ذلك فنيجي هنا بس نحط خلي ننزل هنا ونحط أوفست يساوي مثلا خلي نسوي ثلاثة الديفولت هو 10 فخلي نشوف شنو رح يطلع طبعا بما أنه إحنا رح أنت لتعرض هذا العمل لتعرض هذي النتائج فيحتاج كل شوية نسوي تيست لذلك نحتاج خلي ندوس بي حتى نشوف شن صار ممتاز الآن صار عندنا الويندو ما صار الفوق صار عندنا الوفست وال تيكست واضح ده نقدر نقرأ كل شي الآن الشكل أصبح أجمل خلي نسوي كل الويندو خلي نرجع نشغل الفيديو هذا الفيديو هذا الفيديو مثل ما انت شايف احنا دا نحسب سيارات فبما انو نحسب سيارات لا محتاجين لا بايسيكل ولا محتاجين ساين ستوب ساين ولا محتاجين أشخاص مثلا هذي كلها احنا ما محتاجين نحسبها مثلا هنا عندك أشخاص دي يمشون هذا المكان فاحنا اش عدنا عدنا باص ديفوت عدنا سيارة ديفوت عدنا ممكن مثل ما شفنا. فاللي راح نسوي هس حاليا احنا عدنا اه class names. CLS. فممكن شو نسوي? هنا انا راح نجي نختار هذا ناخذ هذا اللي هو class names. اللي هولي طلع عنا اسم الكلاس. مثل ما تعلمنا بالدرس اللي فات. فنيجي نقول هذا. نسمي current current class. يسوي class names. CLS. و هذا نجي نغير و نخلي class name. CLS. فأصبح عرفنا ال current class. فنيجي هنا نقول نقول if current class equals to. شو نحن عدنا اللي classes اللي نحتاجها. هنحتاج person مريدة. Bicycle مريدة. ريد car. ريد motorbike. No. فرح نختار car. هنختار bus. و نختار truck. Three classes. فشنقول نقول if. Thank you Siri. So اذا كان if the class name equals to car. Then. نفذ لي هذا. Okay. فهسا نسوي run و نشوف. الآن هو راح يشوف أي شيء. يعني حيشوف بس الكار. غير عن السيارات ما راح يتعاملوا إياهم بالمر. فراح تشوف هنا هنه هس مثلا. خلي يمشي الفيديو. و نسوي. خلي عدي الباص. و نسوي هنا انا بوز. شوف اذا مثلا هنا هاي السيارة هو متأكد انه هذي سيارة. ماذا يعرف اللي class هذا شنوه. دولا الاشخاص كلهم بعد ما سوى لهم detection. هنا سوى detection. هنا سوى detection. هنا عدنا detection و recognition. الفرق بين detection وال recognition. خليني اعرف لك هذا الشيء. آني هس عندي قدامي مر شيء. detect. آني شفت اكو شيء. وهذا اللي صاره هنا. ال recognition اللي هو صاره هنا. يعني هذا detection. هذا recognition. ال detection انه آني شفت اكو شيء. بس ما دع شفت اكو شيء. وهذا الشيء عرفت على انه هو قلم. هذا detection و recognition. فمنقول object detection و object recognition. فهنا صار detection. شاف اكو detection. هنا هذولا كلهم ما شايفهم. هنا صار detection. بس ما عرفة باس ليش. لانه احنا شقنا. قلنا لانه انت من حتشوف بس باس شو تسوينا. من حتشوف بس باس اطلعنا هذي التفاصيل اللي هي اسم الكلاس والثيكنس والى اخره والافسات اللي سويناها آآ بالمحاضرة الفاتت او بالدرس اللي فاتت. فنيجي هسا شنسوي نضيف آآ بقية الكلاسز. فمثلا نيجي ناخذ هذا. ونضيف الكلاسز اللي ريد نضيفهم فنقول آآ 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 تمام. فمثلا اهنا انا عدنا الكلاس اللي هو باس. فآآ باس. او. ترك. ترك. ونسوي رن. الان صار عدنا ثري كلاسز. فاذا كان سيارة او باس او ترك. اعرض لي الكلاس نيم. طلع لي الكرينت كلاس اللي هو الكلاس نيم. وطلع لي الكونفيدن فالآن آآ شايف هذي السيارة على انه هي ترك بس هي مو ترك هي اس يو في. ياس اس يو في سيارة آآ رباعيات الدفع. هذي السيارة هي فان. فيعني محتمل هيحسبها ترك. زين. شايف مثلا ناسا هذي السيارة دا يروحوا دا يجي ال دا يتكشن والريكوغنشن. دا يروحوا دا يجي. آآ ما دا يثبت مثلا هنانا بهذي السيارة. آآ ليش? لانه هوم متأكد آآ يعني انه اللي دا يشوفها صح ولا غلط. فاللي راح اسوي آني هنانا. اللي راح اسوي نقول ان. احنا عدنا الكونفيدن ونقول ان. الكونفيدن اكبر من مثلا 0.3 أو 0.4 مثلا. فايشي الكونفيدن مالته اقل من 0.4 ما راح ينعرض لي بالمرة. لانه احنا ريد نكون متأكدين من انه هادا الوبجيكت. هو صحيح. بس التمثل ما شايف مثلا انه هاذي السيارة اللي دا يصير انه هسه هو ما دا يشوفها سيارة. لحد الآن. من تبدي تتحرك دا تشوف دا يصير دا يصير ديتكشن. بعدين دا يصير ريكوغنشن. يعني دا يطلع اول مرة دا يطلع الباوندنج بوكس. بعدين الاسم دا يروح ودا ييجي ليش. لانه احنا حطينا الشرط. ايش قد الكونفيدن مالتنا. فهو دا يعتمد على اساس هذا الشرط. الشي اللي ريدي نسوي همينا انه احنا ما دا ريد يعني انا الشي اللي ما ريده يطلع اللي هو ما ريد الريكتانجل يطلع حوالين او المستطيل ما ريده يطلع حوالين الوبجيكت. لما الوبجيكت ما مختاري. فتنيجي نشيل هذا. السنتنس نشيل هذي الجملة. ونخليها ويا ال F statement. فلما نتكون واحدة من هذول الكلاسز. والكونفيدن تكون. اكبر من اربعة. حط لي الريكتانجل. سوي لي Object Detection. وبعدين سوي لي Object Recognition. خلي نسوي ران ونشوف هذا الحاتشي. احلى شي بالموضوع انه انا يشوف ال GP كل شوية يرجع يشتغل. هس ما رح يرسم منا مربع حوالين اي شيء عدا هذول الاجسام. احنا نصار لانه يمكن هو شك بي انه هذا قد يكون سيارة. زين. هس خلي ارجع عشاغ الله كل فيديو حتى نجي على الجزئية الاهم اللي هو احنا نريد نحسب السيارات. زين. احنا هسا عدنا بالفيديو مالتنا باربع مداخل للشارع. احنا نريد نختار مكان معين نريد نحسب من عند السيارات. خلي نشوف الفيديو. هذا الفيديو مالتنا. احنا عدنا سيارات تجي من هذا الاتجاه من هذا الشارع. وعدنا سيارات تجي من هذا الشارع. وعدنا سيارات تجي من هذا الشارع. يعني هذول ال- the three main feeders. بس انا الي اريد احسب عدد السيارات مثلا خلي نقول الي تطلع من هذا الشارع. اعتبر هذا الشارع مثلا باب جامعة او اعتبره باب غراج او اي شي انت تريد تحسب على السيارات اللي اذا تدخل من هذا الشارع فقط. اوكي. فاللي حنسوي بكل بساطة انه نيجي نحن نستخدم الفيديو ونطبق على الفيديو ماسك بحيث انه الماسك هذا كله حيكون مغطى. الماسك هيكون يطابق المنطقة اللي تمر منها السيارات فقط اللي هي هذا الشارع فقط وهذا الشارع فقط هو اللي هيعدي من هذا الماسك غير عن هذا الفيديو يعني او اليولو او البرنامج مالتنا او الموديل مالتنا ما رح يشوف اي شي ثاني غير بس هذا الريجن الصغير. والباقي ما رح يحسبه. يعني اذا تجي سيارة من هذا الشارع ما رح يحسبه. اوكي. فهذا الشي اللي حنساوي. بكل بساطة. فهسا نجي نسوي ماسك فاول شي نجي نسويه حتى نسوي ماسك. نجي على موقع كانفا دوت كوم ومن عنده ننشأ ديزاين. والديزاين تكون ابعاده الف وربا وعشرين بسبعمية وعشرين. ليش هذه الابعاد? لانه يا عزيزي هذه هي ابعاد الفيديو. مثل ما هسا انت شايف هذي ابعاد الفيديو اللي هي الف ومتين وثمانين عفون في سبعمية وعشرين. ما نقلت الف وعشرين. فنيجي نوازن هذا الفيديو ويا حجم الفرايم ونوقفه. احنا عدنا مثل ما قلنا انه احنا نريد هذا المكان هو فقط هو المكان اللي احنا نريد نتعامل وياه. ندوس اه مو تاكست. ندوس حرف ار. اللي هو ركتانجل. نسويه اسود. ونبدي نغطي المكانات اللي ما نريدها ونبقي المكان اللي ريده فقط. فاول شي احنا نجي نجيب هذا هنا. ونخلي هذا بموازات هذا الشارع بالضبط. تقريبا. اوكي. هذا اللي احنا نحتاج نحسبه. والباقي اه مريد نحسبه. نسوي. نسوي واحد ثاني من هذا المستطيل. ونخليه يصير. بموازات هذا. نسوي زوم آت شوية. هذا هو المكان اللي احنا نريد نحسبه. السيارات اللي جاية. وغير عن هذا احنا ما نحتاج اي شي ثاني. اوكي. نحتاج بعد اه تانجل اللاخ او مستطيل اللاخ. نجيبه نخليه بهذه المنطقة. وبس. فاحنا اي شي راح يمر من هذا المكان احنا نريد نحسبه. اي شي ما يمر من هذا المكان ما نريد نحسبه. فهي هذه المنطقة الوحيدة اللي الريد بها الماسك. اه ان يعمل. فأس مثلا احنا من نجي على الفيديو. اه احنا مو قادرين بعد نسوي بلاي. فبالضبط هذا اللي راح يصير. يعني انت. الموديل راح يحسب السيارات فقط اذا مرت بهذا المكان. خلي نرفع هذا شوية. شوية نرفعه. نرفعه هنا. وهذا خلي ينزل شوية. like this. مية بالمية. اوكي. نرجع على الفيديو ونسوي البلاي. ونسرع الفيديو. فهذا اللي هيصير بالضبط. انه احنا راح نحسب كم سيارة راح تعدي منها. مثل ما انت شايف اكو اشخاص. اكو اشخاص حيعدون من هذا المكان. فممكن هذا يسبب لنا اشكالية لانه هذي منطقة عبور. بس نقدر احنا نحدد من هذا الشيء. او ما مهم لانه احنا ما راح نحسب السيارات. ما راح نحسب غير انه بس السيارات. طيب. احنا عدنا تراك عدة. اه تراك. هذا التراك. اه كان اكور من الفريم فنسحب هذا شوي بعد. ونسحب هذا الى احنا. حتى شنو? حتى يكون شغلنا مضبوط. اوكي. اوكي. ممتاز. الان اش راح نسوي نجي على الفيديو وندوس دليت. نمسح الفيديو وصار عدنا الماسك. هذا الماسك نسويه له داونلود. ندوس على شير. وداونلود. وناخذ الفايل هذا. ونجيبه الى المشروع مالتنا. هس هذا الماسك صار عدنا. هذا الماسك جاهز. ونجي ننقل الى مكان المشروع. ايب. هسا نجي نستدعي الماسك اللي سوينا. خلي نظغر الكلاس هنانا. نجي نستدعي. نشيل الى breakpoints. نستدعي الماسك. فنسمي الماسك. نجي نستدعي الماسك اللي سوينا. نجي نستدعي الماسك اللي سوينا. نجي نستدعي الماسك اللي سوينا. نستدعي الماسك equals to cv2 dot bitwise end ونستدعي الامج اللي هي الفيديو اللي راح ناخذه اللي نستخدمه دائما وناخذ الماسك ونيجي نعرض هذا بالمشو نسوي نانا واحد ثانية نكتب امشو بدل بدل الامج نختار image region وهاي نسميها mask mask ونسوي run المفروض هسا تطلع عنا two windows تطلع عنا شاشتين شاشة بيها الفيديو الأصلي وشاشة تطلع عنا بيها الماسك اوكي فهسا هذي شاشتين مثل ما انت شايف هذي الأصلية وهذي اللي بيها الماسك اوكي الدتكشن عدنا داي يعني شغال صح فمثل ما احنا شايفين يعني الماسك ما داي يطبق عليه ديتكشن لانه احنا كل شي خليه على الIMG frame فنوقف احنا طيب هسا حتى نخلي ديتكشن يكون بس بمنطقة الامج فاشنسوي عدنا الستريم او الريزولت اللي شغالنا بيها الموديل والموديل اذا تتذكر بالدرس السابق انا انصحك للي اول مرة يشوف هذا الدرس انصحك يروح يشوف الدرس اللي قبله حتى يقدر يستفاد من الموضوع ورح خليلك الرابط فوق احنا بالزاوية بحيث تقدر يعني ترجعنا طيب هنا بما انه احنا استدعينا الموديل والموديل اللي هو اليولو version 8 بس مجرد ان نغير الامج الى image region فاش رح يصير السيارات اللي رح تدخل بهذه المنطقة هي اللي رح يتسوى لها detection حنسوى run اوكي فهيسا مثل ما انت شايف ما عندنا اي detection بس الا بالسيارات الي تدخل بالمنطقة اللي بيها الماسك طبعا اكون مشكلة يعني مو كل السيارة دا يتسوى لها detection بحكم يعني شفاسة هاي السيارة بلشت تبطئ يلا بلش يصير عندنا detection بس هسا شوف ما اكو detection مثل ما احنا شايفين ممكن نغير نخلي الماسك بس يصير على الدوار يعني على الroundabout على الفلكة ما اكو اي detection دا يصير يعني دا يصير شي بس بطيء جدا يعني مو فعال هسا هنا صارت عندنا الكار بس مثل ما انت شايف انه هسا ما اكو شي هسا هذي السيارة من دخلت يلا خلينا اجرب اتسوي غير شي وارجع لك رح اوقف الفيديو طيب الشي اللي سويت انه غيرت الماسك فصار هذا شكل الماسك اللي هو على شكل الroundabout او الفلكة فاللي رح اسوي انه اخلي بس السيارات اللي بداخل الroundabout هي السيارات اللي رح يتم حسابها يعني انت مجرد ان تقدر تغير وتعدل بهذا الموضوع الفكرة من الموضوع يعني واحدة من النقاط اللي انا انتبحت لها هساب هذا الفيديو اللي انا استخدمتها طبعا بإمكاننا ان نستخدم فيديو افضل وفيديو احسن فيديو قريب من الشارع يعني 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 بحكم المشاريع اللي انا مش تغل عليها انه دائما زاوية الكاميرا الزاوية اللي تنوضع بها الكاميرا مرات تخرب لك كل الشغل ويطلع نتائج مو صحيحة فبحكم اختياري لهذا الفيديو يعني مثلا لو كان اختياري الى فيديو محطوط على كاميرا على شارع هايوي يكون الموضوع احسن ولكن حنكمل ويا هذا الفيديو ما رح نغيره فاللي رح اسوي رح اسوي رون مرة ثانية بتغييرنا للمسك ونشوف شون رح يكون شكل الفيديو هسا هسا السيارات اللي هتكون بداخل الدوار او بداخل الفلكة او بداخل الراونبوت هي السيارات اللي هيتسوى لها يعني هسا احسن من المسك السابق يعني على الاقل اكو ريزولت لا بأس بيها اكو ديتكشن يعني بس الديتكشن اني مو راضي عنه لانه زاوية الكاميرا مثل ما قلت لكم انه ضعيفة ولكن راح ان كمل طيب الشي اللي يعني سويته خلال هاي الدقايق اللي راحت هو انه جبت فيديو اخر وهذا الفيديو راح يكون هو هذا الفيديو اسو والفيديو يا عزيزي اللي هو Cars Cars 4 Cars 4 ونسوير على أمل أنه هذا الفيديو أفضل من السابق جي بيو اشتغل أوكي عدنا هسه فريمين هذا الفريم الأول الإطار الأول وهذا هو الإطار الثاني الديتكشن هسه أحسن السيارات فقط اللي ده تدخل بهذا المكان بس كأنه الماسك غلط كأنه الماسك غلط يعني صاعد يا الماسك غلط أوكي الماسك غلط يعني صاعد من فوق ونازل منها خلي نصلح عليه خلي نصلح على الماسك هذا هو الماسك أنا بعدني كنت فاتح الصفحة الحمد لله مسكرتها فنرجع الفيديو نجيب الفيديو هذا هو الفيديو وإن نرميلي ورا بس خلي نخصر الكاميرا position throw it at the back يس شوف أكو غلط فهذا خلي يجي لحنا خلي نسوي زوم out يعني أكو سيارات ممكن نتعدي الخط فأنا راح أخلي يعني أخلي موية الخط مية بالمية يعني أكو سيارات ممكن نتعدي الخط وفتحنا سلايد لاخ و كأنه أكو شيء مساح أو هذا تحرك لي فوق يس أوكي هسا نشغل الفيديو هذا شوية ينزل شوية ينزل هو كأنه أكو اثنين لا أكو واحد أوكي خلي نخليه شوية أوكي نشوف الفيديو وإحنا عندنا شاحنة عبدي هاي الشاحن أوكي هذا شوية صعد خلي شوية ينزل أوكي هسا أظن أنه ممتاز أوكي خلي شوية نرجع أوكي أوكي ممتاز نمسح الفيديو ونسوي extract للماسك صار هذا ماسك رقم أربعة عادي طبعا يعني هذه التجارب اللي تصير يعني الحمد لله أنه تصير قدامك أو يعني يصير أثناء العمل لأنه مشاكل هواية ممكن تصير بالشغل خاصة بشغلنا يعني أنت تحتاج إلى هواية تسوي trial و error إلى أن توصل للنتيجة الأحسن خلي نسوي run لأنني سويت overlay override عفوا للماسك فما سيبت ماسك جديد أوكي هذا الماسك مالتنا وهذا الفيديو فهزا رح نشوف خلي أوخر الكاميرا لأن الكاميرا صايرة أوكي أوكي فمثل ما أنت شايف سوى detection للترك هذي ترك شافها قبل شوية car هذي car بعدين شافها على أنه هي truck مند تعدي منطقة الماسك يروح للتراكر فهزا الآن اللي ريد نسوي اللي ريد نسوي هنخلي ريد نحسب على للسيارات يعني هو الهدف من هذا الفيديو أنه نحسب على للسيارات ولكن مثل ما أنت اللي تشوف أيضا صار خطأ بالماسك مرة ثانية يعني صار خطأ بالماسك مرة ثانية وإحنا حاسبيهم صح بس خليني أتأكد مرة أخرى من الأبعاد اللي عندي مرة أخرى مرة أخرى رح رح أرجع أصلح الماسك اللي رح اللي رح نسويه حاليا هو أنه إحنا رح نخلي تراكر هذا التراكر حسن هنخلي شغل طقت الخط حيحسبها على أنه هي سيارة. من تمشي شوي اللي قدم حيحسبها سيارة ثانية وسيارة ثالثة وسيارة رابعة إن هو بعرضة يشوفها سيارة فشلينش نسوي حتى نتجاوز هذه المشكلة بنحط تراكر تراكر يتبع هذه السيارة بحيث أنه هذه السيارة وينما تروح على مرور الفريم من الفيديو تظل تنحسب على أنه هي نفس السيارة. فنخلي لها تراكر وهذا التراكر يتخلى لها هذا الـ ID إذا عد هذه النقطة أو هذا الخط حيتم حسابها على أنه هي سيارة. فن يلا نسوي هذه الجزئية حتى نسوي التراك للسيارات حنستخدم الالغوري اللي اسمها SORT أكو SORT وأكو أيضاً Deep SORT اللي هي بعد أقوة وأحسن من عندها ولكن حالياً راح نستخدم SORT موجود كل التفاصيل عنها إذا تريد تعرف عنها وإذا تريد تسوي لها Citation إذا أنت كنت تستخدم هذا الموضوع بأمر بحثي أو إذا تكتب ريسيرج بيبر أو بماجستير أو دكتورة مرتك أو بمشروع التخرج فبإمكانك أن تلجأ لهذه التفاصيل إحنا اللي راح نحتاجه من SORT راح نحتاج SORT.py اللي هو الملف الرئيسي اللي راح نستدعي حتى نسوي حتى نسوي اللي جبناه بس ممكن نجي نشوف على الفايل حنشوف أنه هو Online Real-Time Tracker Copyright to Alex بيولي from 2016 إلى 2020 وإلى آخره فنجي نستدعي هذا الفايل فنجي نقول from SORT import all حتى نستدعي كل شيء بداخل SORT طبعاً هننا import numpy ونحن ما مستخدمين numpy على الإطلاق فتشوفها هي بهذا اللون لأنه احنا ما استخدمناها على طول البرنامج أوكي هسا نجي نستدعي SORT فنجي نسمي هنانا Tracker نسمي متغير نسميه tracker ونستدعي SORT بداخل الصورت عدنا parameters راح تشوف انت رأسا هو انطاك hint انطاك مساعدة اللي هي maximum age فالماكس الماكس age الماكس underscore age ننطي الرقم وعدنا اللي بعد ننطي المنمم hint وعدنا بعد ال iou اللي هو intersection over union threshold وهسا اشرح لك على كل واحد منهم شي سوي وشنو وظيفته وليش نحتاجه اول شي عدك الماكس موم ايج اللي هو عمر ال الاوبجيكت لما نيدخل لفريم فمثلا احنا عدنا سيارة رقم واحد اللي نطيناها ID رقم واحد والتراكر عليها ولا تمشي فمثلا ضيع ال ID رقم واحد فاشقد ينتظر حتى اشقد ينتظرها للسيارة ان ترجع تدخل بحيث يرجع يحسبها او يرجع يتابعها ال minimum hit هو حساب كم مرة ممكن يحسب هذا الجسم او هذا الشيء اللي يدخل وعندك ال intersection over union ال intersection over union هو مبدأ اصلا لقياس ال accuracy ال intersection over union انت عندك الجسم او السيارة مثلا انت لما تجي تبني الموديل تخلق annotation وال annotation هي عبارة عن bounding boxes انت اتدرب الموديل عليها فانت عندك ال annotation الاصلي اللي انت رسمته لما انت تدرب الموديل وال bounding box اللي الموديل اللي قام صنعه فيطابق الشيء النموذج الحقيقي للسيارة واللي هو اللي يشوفه سيارة فاشقدت تطابقهم واشقدت تقاربهم من بعض هو هذا ينطينا نسبة ال intersection over union فاندوس على صورت ونشوف اشقد ارقام هذي الparameter الماكس ايج واحد المنمم هتس ثافة و الثرش 0.3 ال intersection over union threshold is 0.3 صراحة ال ايج واحد يعني قليل كلش قليل يعني سيء فان راح احط واحد ما راح احط عشرين ما راح احط واحد مثل ما هو كاتب وال المنمم هت راح بقي مثل ما هو ثلاثة و هخلي 0.3 اوكي هسا شون نستخدم هذا اللي عندنا نجي بكل بساطة احنا اه طبعا استخدام بسيط فنجي ممكن نخلي هنا خلي هنا هنا ونكتب tracker dot update وبداخل update نخلي detections وهس نجي نعرف كل هذول detections عندنا ما معرف ولكن tracker dot update عندنا فني اجي على tracker dot update tracker dot update اللي هو مسمي debts اللي هو numpy اللي هو هذا اللي هو خلينا اخذ هذا نحتاج okay فلناخذ هذا اللي هو عبارة عن array of detections in the format of x1 y1 x2 y2 score فحنا عدنا x1 y1 x2 y2 and score هيا هيا هدول هدول الاربعة وعدنا score اللي هي confident وين هال confident انا ماد اشوف ها هيا هال confident فنجي نعرف detections لفوق ونكتب detections نخليها بال wild loop ونسميها detections او det اللي احنا جبناها ونسميها detections واخيرا استدعينا numpy array فهي empty array فارغة صفر خمس عناصر او يعني من صفر الى خمسة اللي هي يعني العناصر اللي احنا نحتاجها وعدنا نجي نستدعي ال detection اهنا اللي هو بعد ما تكون ال array عفوا التراكر او ال id او ال class يكون اما سيارة او truck ويكون confident level مالت 0.3 او 0.4 مثل محنا حطيناها ثان بهاذي الحالة يلا تسوي الها track ويلا تبدي تتابعها فنجي هنا نعرف current array هذه ال current array هي mp او numpy array dots array ونخلي بها العناصر الاربعة اللي هي x1 y1 x2 and y2 and then we put the content okay هسا نجي نجي نسوي stack لهذه العناصر احنا array بالnumpy عفوا ما نقدر نسوي append الappend اللي هو يجمع لك بالnumpy لازم نسوي stack فشون حنسوي stack يعني عندنا stack فنصفط العناصر لما يدخل عنصور جديد يدخل ويدفع اللي بعده وهكذا الى انت تصفط او تتجمع عندنا فنقول detections نسوي numpy numpy dot vertical stack وبداخل هذي الvertical stack راح نستدعي ال حنستدعي الشغل تين اللي سويناها اللي هي detections و current array اوكي وهذولا كلهم يجون يعني بعد ما احنا سوينا هذا كله هذا كله يجي ينجمع بالtracker وينطينا الupdate to the tracker او الupdate to the stack فينطينا result احنا سنسميها tracker results وحتى تصير هاي الtracker results صحيحة ندخلها بداخل for loop for for loop هذي 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 الفور loop اللي هي حتكون result result ليش طلعت لي results احنا عدنا results اصلا عدنا results إذن إذن مرة حتكون result حتكون result فتكون 4 result in tracker tracker and n عفوان عدنا عدنا الادى اللي هو الconfident ونسميها result ونجي نسوي print let result result ونشوف شون رح تطلع هذي result oops انا رح احنا الماس نسكره ok خلي نساوي q لانه احنا هذا الشيء مو هذا الشيء اللي رح 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 نفتهم من هاي النتائج اللي طلعت لنا اللي هي مكان l مثل ما تشوف اول ما بد اول ما بد سوال track number one number one number one بعدين رح الى id number three ثلاثة ثلاثة واحد وثلاثة بدل يسوي لهم تتابع الى ان المفروض دخل id number four one three five seven همو اللي يسوي فردي مدع عرف ما عندنا اي id زوجي هذا زوجي هذا عشرة فمعناته ده ينطي ids بناء على الاشياء اللي هو ده يشوف ها 12 بعدين هنا هو ظل متبع ال id رقم 5 وال id رقم 7 جابهم من الفريم السابق مثل ما انت شايف نقلهم لهنا نقلهم لهنا بعدين id رقم 5 راح ظل 7 12 بعدين دخل id 13 13 12 7 13 12 7 7 12 7 راح وهكذا اوكي هسا انا شايف اسوي حتى نشوف التراكر شون ده يشتغل شرح نجي نسوي رح نجي ننقل الريكتانجل اللي ديصير التراك على السيارة وده يمشي وياها رح نسوي يعني رح نطلع التراكر بحيث التراكر حيبين والسكوير حيبين او يعني الباوندينج بوكس الاصلي اللي مسوي ديتكشن حيبين حتى نشوف مدى فعالية التراكر مثل ما شرحت لك قبل شوي على الانترسكشن حتى نشوف اشقد التراكر ويا الباوندينج بوكس شغالين صح ونقدر نعدل اذا نحتاج نعدل بالبرامتر زهنان مع التراكر حتى نسوي هذا الشي نجي على الفورلوب اللي سويناها ونجي نحط الباوندينج بوكس فاحنا معادلة الباوندينج بوكس اللي هي هادي اللي سويناها سابقا ننجيبها همانا نخذي منها نسخة وباعدين ننجيب ال وينها ال corner rect ال corner rect يات corner rect ياس بس انا ال corner rect اريد اضيف علي الشغلة اريد اضيف ال اريد اضيف على corner rect نضيف rectangle r r r t equals 2 5 نجيب هذا هو نفس ونحط بال for loop بس ال rectangle حنسوي اثنين حتى يكون اصغر شوية ونضيف لالون ف color r نخلي مثلا يكون 2 5 5 نخلي ازرق 2 5 5 0 0 يكون ازرق زين الشغلة اللي اريد بس اشيل ها رح اشيل هادي حتى بس ما تطلع عنا ال id يطلع عنا باص يعني ال confident ما يطلع عنا لان بس اريد نشوف وشغلة ثانية اللي اريد اطفي ها اطفي الماسك خلاص بعد ما ريد نشوف الماسك الماسك احنا بس شفنا انه الغرض من عند انه هو بالمكان الصحيح وسوينا لأ سوينا لأ يعني عرض فهسا خلي نيجي نشوف التراكر اشتغل ووقف اشتغل شي ووقف احنا احنا اطبع القيمة X1 ووق result فنقول print احنا شوف احنا احنا شيئا ما هنا يلا سريع قيمة قيمة X1 بها مشكلة يعني الparameter is X1 X2 Y1 Y2 yeah there you go there you go there you go okay قيمة X هي a floating value مو integer فنجي نحول الى integer فحتى نحول هم integers مثل ما سوينا المرة الفاتت X1 Y1 X2 Y2 اللي هم integers فنجي هسا نحول هم هنا ايضا X1 Y1 X2 Y2 وشغلة قبل ما قبل ما نمشي بالموضوع اريد هذا نطبع اهنانا او نعرض اهنانا يكون هنا وبدل ال conf مريد ال conf يطبع عنا ال id yes this is it اهنانا اكو comment okay خلي هاذا يصح افروض okay okay هسا نسوي ران ونشوف المفروض هسا كل شي مشي صح المفروض نشكر لترايل and error yes here we are خلي نسوي pause شوف هسا انت هاذا انت اشرح لك قبل شوية بشكل نظري هسا انت تشوف بشكل عملي الازرق هو التراكر التراكر مبني على يعني شوف احشي لك الموضل حتى ينبني يتم تعريفه على data set انت تجيب data set تجمعها من ان تصور كاميرا بشارع معين وتجيب هاي data تعرف الموضل على هاي ال data set اللي انت جمعتها ف الموضل متعود على هذا النوع من ال data set فهذا الفيديو هسا انجبت من اليوتيوب يعني هاي الفيديو لقيت على اليوتيوب وسحفته واستخدمته فهذا الفيديو الموضل ما شايفه او ما شايف هذا النوع من data set فهنانا انت تشوف انه مدى دقة الموضل فالمستطيل الازرق هو ما متدرب عليه الموضل والمستطيل الاحمر او البنفسجي هو المستطيل اللي الموضل اللي هسا دايشوف يعني بالجديد هو اتعرف على هذا النوع من الابجيكت دايشوف الفرق يعني مثلا يعني انا اريد اعرفك على اقلام فاني امدربك على هذا النوع من الاخلام هذا قلم وهذا قلم فانت عرفت هذول اقلام بس لما مثلا تيجي تشوف هذا همين حتسميه قلم بس هذا انت بالنسبة لك ما يشبه هذا هذا جديد او هذا الشكل جديد فانت متدرب على هذا فقط من انا دربتك انه قلت لك هذا الاحمر هو قلم وهذا الازرق هو قلم بعدين قلت لك احذر هذا شنو تقول لي قلم فهذا اللي بتضبط اللي دايصير يعني تدريب الموديل كأنك انت تتدرب طفل انا اي معرفة بال artificial intelligence object protection object tracking computer vision deep learning شرح تشرح فكل بساطة كأنك انت تعلم طفل المثال اللي ممكن انت تطرح او تستخدم انه كأنه انا دا اعلم طفل فلما اجل الطفل اقول له هذا قلم اللي لونه احمر هو قلم بعدين اغير اقول اللي لونه ازرق هم ايضا قلم الى اخر بعدين من تريد انت تطور المودل من تريد تطور المودل مالتك عفوا من تريد تطور المودل مالتك تقول له هذا قلم احمر وهذا قلم ازرق هذا قلم اسود هذا قلم احمر هذا قلم ازرق الى اخر تسوي يعني subclass from the class اللي هو نسوي class جزئي من الكلاس الرئيسي الكلاس الرئيسي هو قلم الكلاس الجزئي هو قلم احمر او قلم صبورة او قلم كتابة الى اخر فبالضبط هي هاي طريقة تعريف يعني شلون انت تدرب المودل المودل شون حيبدي يعرف كل هذا الكلام خلي نسوي pause وplay راح نشوف انه التراكر شوف التراكر وين يشوف اللي هو الازرق والأحمر هو او بنفسه جي عفوان هو اللون الاخر فخلي نسوي play وهذه هي zone او او انا بس بدت اشوف هذا اللوري لما راح يدخل ممتاز ممتاز طبعا يعني الاداء ممتاز انا فرحان بي وال اي دي زا تزايد مثلا سهلا 39 41 43 47 الى اخرين طيب pause and quit لحد الان عدنا كل شي ممتاز فما احتاج انه نطلع ال rectangle هذا ما نحتاج يعني بعد هذا ما نحتاج لانه احنا خلينا بس مجرد ان نفحص التراكر خلي نرجع هاي لأقلام المكان ونرجع نكمل هسا ريتش نسوي نريد نحسب السيارات انا رح اوقف بالتصوير هنا وارجع اكمل بعدين بس اللي رح اسوي الجزئية الجاية اللي هي رح نحسب عدد السيارات ش رح نسوي عدد السيارات خلينا نرجع نشغل الفيديو او نفتح الفيديو الاساسي حتى من باب السرعة اللي رح نسوي انه احنا عدنا هذا الهايوي او المرور السريع او يعني الهايوي او الشارع العام رح نرسم هنا خط خلي نجيب قلم نرسم هنا خط يس اوكي حنرسم هنا خط هذا الخط لما السيارة اتعدي ينحسب لها على انه هي يعني يتم يعني هذه بعدها ما معدية هذه عدد هذه عدد هذه عدد فيتم حسابهم فنخلينا هنا مثلا هنا عدد نتخيل ونسمي counter مثلا فيكون واحد ثنين ثلاثة اربعة خمسة الى اخره يظل يحسب لنا عدد السيارات اللي عدد من هذه النقطة اوكي شون هنسوي هذا نحط tracker على السيارة بما انه احنا عدنا صار tracker فنربط هذا نربط يعني نرسم نقطة على السيارة هذه النقطة نربط ها ويا نربط ها الى tracker اللي سوينا هس اللي دي طلع لنا ال id فهو اختصر نربط فاذا هذي النقطة عدد هذا الخط احسب ها ولكن حنواجه مشكلة انه هذه السيارة مثل ما قلت لك هي مستطيل دي يتقدم وهذا المستطيل حيصير هنا بعد شوية حيصير هنا وهو بعد هم لامس الخط فاحنا نخلي range وهمي مثلا thickness يعني من هنا وهمي بحيث انه هذه السيارة اتعدي هذا الحد ما يحسب غير ها يعني يحسب هذه السيارة فقط رح اشرح لك لما ارجع اصور رح اتوقف هنا طيب نرجع للمكان اللي توقف نبي ونسوي ران اخر شي هو سوينا قبل ما انا اتوقف هو انه اتأكدنا انه التراكر شغال فخلي ارجع اتأكد انه كل شي تمام حتى نمشي للخطوة اللي بعدها وهي عملية حساب السيارات اوكي اوكي كل شي تمام اوكي نرجع نرجع للمكان اللي توقف من عنده وهو ان نسوي ران للي داي صير مثل ما انت تشوف الان يعني هو هذا الشي المهم اللي هو انه هذا اللوري اللي هو الاد 28 فمن راح يمشي هي ظل 28 الى ان يطلع من المكان اللي احنا حددنا او يعني من من منطقة الماسك بس الى 32 32 اتغير الاد مالت 35 37 39 41 43 47 40 بعدين هنا نرجع شوف هنا صار 49 يعني اكو اكو false id detection بحكم ظغر حجم السيارة فاحنا حتى شنسوي يعني نتجنب هذه المشكلة نخلي الline ما الكاونتر يحسب منطقة قريبة قبل ما يصغر حجم السيارة ولكن اذا انت انتبهت على شغلة انه الاد داي يطلع بهال شكل داي 54 فاصلة صفر وهذا لانه احنا معرفين ال-id على انه هو انتجر فنيجي نقول int int لل-id ونسوي run okay there we go تمام يعني لو انت لاحظت انه هاي سيارة تثمر رات تتغير ال-id مالتها فحتى نتجنب لانه سيارة تيجي كبيرة وتصغر يعني لو مثلا نخلي الماسك على هاي الجهة اللي هي جهة اليسار يمكن ال-accuracy تكون احسن anyways انا ما رح اغير بس اللي رح اسوي انه اخلي ال-line بمنطقة هاي الجهة يعني مثلا هنا يكون ال-line حتى يكون ال-detection صحيح okay okay so الان حتى نحسب وين حنحط ال-line بال-image فاني سويت فايل جديد سميت testline فرح نحن جي import cb2 و mread نسوي mask equals to mread ونستدعي الماسك مالتنا اللي رح نطبق علي الصورة طبعا ليش اتسوي هذا الكلام اقدر الراس نحط ال-coordinate بالفيديو وحط ال-coordinate بالفايل ويمشي الحال بدون ما انت تعرف هذه الاسرار ولكن انه انت من حتطبق هذا الكلام على الفيديو مالك هتعرف شون صار هذا الحاج هو هذا مالف car counter car counter رح نستدعي mask 3.png وهنا نعدنا mread اكو قابلها cb2 اني ناسيها cb2 dot mread اوكي احنا سقرنا الامage ورح نسوي m cb2 dot m show cb2 dot m show فرح نسمي ها هنا mask اللي هي الwindow name ونستدعي الmask و cb2 cb wait key zero so let's run this فاس هذا الماس مالف اوكي الان نجي نحط الline نستدعي الline فهن هنان عدنا line فلي انا رح اسمي limits limits equal to وعدنا رح نجي نستدعي line cb2 cb2 line okay cb2 dot line مثل ما رح تشوف عدنا الامج رح نستدعي اللي هي الماس الماس ورح نستدعي 0.1 0.2 thickness 0.1 0.2 color thickness so عدنا احنا النقاط اللي رح نخليها اللي هي 0.1 رح تصير بها طريقة يعني هذي 0.1 اللي هي رح تكون عبارة عن رقمين و 0.2 حتكون عبارة عن رقمين وبعدها عدنا ال color اللي هو هي كون 0 0 255 و عدنا الثickness اخر شي حنخلي خمسة okay so رح نجي نحط هنان النقاط اللي هي رح تكون limits for 0 و limits هسا رح تفتهم هذا الكلام اعرف هذا الكلام هسا بالنسبة لك غريب ولكن هسا رح اشرح ها كل limits 2 و limits 3 okay هنا شنو عدنا limits limits ليش حاط عليها ارر انا غلطان بالسبل ما limits اصلا بسميها limits so limits انتو الغلط انتو الغلط انتو الغلط okay so okay now we have it هذه هي ها طريقة رسم الان الان نستدعي limit 0 limit 1 limit 2 limit 3 اللي هي 4 نقاط انا طبعا يعني سويت trial error بالبوليت اجرب الى انو وصلت للمكان الصحيح اللي راح نرسم بالline وهس راح شوفك انت شون راح ترسم وشون تروح بالcoordinates او بالاحداثيات بحيث تعرف انو انت وين تحط الline طيب احنا حطينا مصفوفة سميناها limits حطينا بها الارقام اللي راح اتمثل احنا راح نرسم خط فهذا الخط بداية يعني بداية الخط هيكون الى احداثيات x y على الصورة ونهايتها تكون احداثيات x y فهذه هي x y بداية الخط وهذه x y نهاية الخط فنسوي راح حتى انت تشوف شون راح يصير عدنا غلط cv2 او 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 عدنا عدنا مشكلة هو ذي اشر على limits 3 limits 4 oh oh yes اسف نانا limits 2 الاقواص خطأ و limits 3 غاني اب نهاية يومي فعادي اخربط او كي فهذا الماسك الان راح يرسم الخط شون تحرك بالخط حتى انت تعرف هذه الاحداث وين صارت حس انت عندك هذا مثلا نخلي صفر شوف وين هيكون حيكون الى النهاية ليش لان من هنا انت عندك صفر زين اذا حطينا هذا صفر وين هيكون حيكون بالحاف من الصورة فانت عندك هذا ال x هذا y هذا x هذا y فاذا حطيت هنا هذا هم صفر وهذا هم صفر فاش راح يكون عندنا حيكون هناك اذا انت شايف هاي النقطة الحامرة فانت امشي بال x روح الى نص ال 1280 احنا الصورة مالتنا 1180 في 720 فانت تمشي من من الصفر الى نهاية الصورة اللي هي 1280 فاذا جينا 1180 من الصفر الى 1180 حيص الخط احمر على طول الصورة زين اذا نزلنا بالخط احنا عدنا 720 هذه 720 فخلي ننزل 600 منها 600 من 720 راح تشوف وين هنصير هنصير هنا يعني هزا هذا الخط نزل هنا اوكي خلي نصعد بال600 مثلا خلي نروح 400 400 صار بعيد it's okey فصار هنا فهز هنا هذه النقطة هي 400 120 180 120 اللي هي نهاية عرض الصورة وصل للأخير اوكي فممكن نرجع بال1280 بس حتى اندي اشوفك انا شلون وصلت للأرقام فمثلا 1240 حيرجع الخط شوي طيب الآن ننزل بهذا بدل ما صفر ينزل الى نص 720 وين هننزله 720 خلي نزله بال400 خلي نشوف اذا 400 رقم جيد 800 عفوا 400 صعد فوق فإذا احنا وين نمشي هنا انا اوكي خلي نمشي بعد خلي نمشي نقول 550 اوكي احنا وين الريدة يصير الريدة يصير فوق هذه النقطة يعني من نسحب خط عدل يعني يسا من خط عدل اوكي فالريدة بعد يمشي اوكي خمسمية وخمسين خلي 650 خلي يمشي 100 اوكي هم بعد شوي يعني هسا هذا خط عدل بس انا مدع عرف اجي بعد اوكي 650 خلي 750 750 وخمسين and run 750 اوكي هسا منا 750 اذا نجي نرسم خط عدل تقريبا لحنا فاحنا وين نريد الخط نريد ايضا نجي من الهنا هاي النقطة بعد ما نتحارش بيها بعد ما اجي ام هاي اللي هي X 2 Y 2 هاي بعد ما اجي اوكي هاي نهاية بعد منطق اوكي خلي نشيل الانوتايشن clear اوكي فيا عزيزي هسا ننزل ننزل وين ننزل الى نص السبعمية و نص ال 720 فخلي نروح مثلا 720 نص 300 و 360 فخلي نروح الى 360 راح نروح الى نص الصورة فراح تشوف وين صرنا بعد ننزل اذا 360 خليها 560 اوكي 560 خليها 600 اوكي اوكي هسا نرجع نرجع بهالاتجاه اذا احنا من دل نمشي من هنا الى 1024 فنروح بهالاتجاه فهاي 550 خليها تصير 570 او 580 عفوا او صحيح اوكي شوية بعد خليها 80 90 خليها تصير اوكي ممتاز يعني انا حتى سوي اعكم طلعت coordinates احسن من اللي انا كنت مطلعها انا كنت مطلع 800 630 1180 ب400 هسه طلعنا احسن فاذا هاي الـ coordinates اللي احنا رح نستخدم حتى نرسم الـ line هسه اللي نسوي نجيب هذا الـ line نفسه نحط اهنا انا عدنا انا بسمي limits و نجيب انا كنت اجرب على الفيديو فلذلك اذا شفت انت شي يعني انا ما مسوي شي من وراكم بس كنت اجرب وهذا الـ line نفسه اوكي الان احنا جاهزين عاني بس غلطان باللون لان اريد اللون احنا شكان يطلع عدنا اللون احمر لا اللون صحيح اوكي هس نسوي run المن شوف الـ run وين عدنا على test line بس تجي تغير الى counting cars ونسوي الـ run المفروض ال-line رح يطلع بالمكان الصحيح كل ما يطلع ال-GPU قدامي افرح اوكي ال-line اصلا مموجود great خلي اشوف انا وان غلطان الغلطة اللي انا غلطان ها اللي هو انه انا جبت الكود من هك فما غيرت لانه احنا عدنا image واكو غلطة لخة غلطان بالنقل لا نسوي اران هسا رح يطلع عنا ال-line بالمكان الصحيح اللي انا كنت حط على mask وهو لازم نحط على image على output صورة مالتنا اوكي ممتاز 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 ممكن شوية صعدة منها الجهة ممكن او ممكن انترك مثل ما هو انا اريد اشوف سيارة تفوت من هذا الاتجاه اوكي اترك ال-tracker احنا بعد من احتاجه فممكن انطفي انطفي ال-tracker بعد من احتاج نشوف المربع ال-ازرق فالشي اللي راح نسوي انا راح اشيل راح بقي ال-tracker واشيل واشيل ال-detection ونسوي run ونشوف طبعا كل ما زاد موديا للجي بيو عندك كل ما صارت اسرع اوكي سو let's pause here اوكي ماشي كل شي تمام اذا انت ما عجبك لون مثلا ال-ازرق ممكن تغير وتسوي اي لون ثاني وتتلع بالالوان مثل ما يعجبك اوكي هزا الشي يلي سوي اريد بس ارجع اصوي run مرة ثانية اللي هو انه نبدي نسوي trackless سيارة فحتى احنا نسوي trackless سيارة لازم شي نسوي نحط نقطة خليني اوقف احنا عدنا كل شي عدنا ال-X و-Y وعدنا الابعاد وعدنا كل التفاصيل المحتاج نحتاج نخلي نقطة بداخل البوندنج بوكس هنا بالنص بحيث انه النقطة اذا لمست ال-Line راح تنحسب as-account فشون نسوي هذا الشي احنا كل الابعاد عدنا مثل ما قلت فشون نجي نسوي نقول C لو center of X and center of Y oh center sorry انه و دا اغلط center of X أو center of Y يسوي X1 زائد ال-Width divided by 2 حنا اخذ نقطة X1 زائد العرض تقسيم 2 و حيكون عدنا الدقيقة هنا نحط space وعدنا حيكون النقطة الثانية اللي هي Y1 زائد ال-Height تقسيم 2 ماشي اوكي هسه نجي نرسم النقطة بداخل الباون دقس بنقول CV2 dot circle بداخل ال-circle اه 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 yeah image بداخل ال-image نختار center بعدين radius color thickness center اللي هو CX وCY CX and CY اللي هسه عرفناهم وعدنا منه بعد ورجع عندينا circle center اختارنا ال-image بعدين center بعدين radius radius خليه يكون ثلاثة بعدين شنو عدنا بعد لازم ندخل radius دخلنا ال-color خلي نفس الوان البounding box اللي هو 255 حتى يكون نفس الوان البounding box المستطيل وعدنا thickness آخر شي اللي هو راح نسوي filled اللي هو cv2.filled الأمر cv2.filled okay let's run that هنشوف هسا المفروض تكون عندنا دائرة زرقة بداخل كل سيارة okay pose هياتة عندنا نقطة زرقة بداخل كل سيارة ممتاز طيب الآن بعد ما احنا حددنا ال-circle بداخل البounding box بداخل السيارة بحيث أنه صار عندنا حددنا cx و coy وحددنا مكان ال-circle طلعت مكان ال-circle صحيحة الآن نجي شنسوي نحدد ال-tracker نحدد ال-circle إذا هي رح اتعدي الخط فنزيد عدد السيارات واحد شلون نسوي هذا الشي يما إحنا حددنا cx وcy فش نقول نقول if الخط إحنا عدنا هذا الخط فالخط مثل ما أنت شفت أنه حطينا أربع نقاط إلى اللي هي هذول هاي اللي هي limits zero limits one limits two limits three فهاي x1 وهي x2 فش نقول if limits limit okay if limits للصفر وعدنا limits عند أكتب المت غلط limits لل نية فهذه cx وcy عفوا هذي limits هذا x1 وهذا x2 okay فالآن شنجي نسوي هنحصر cx على أن تكون cx هي بين x1 وال x2 أبعاد x1 والx2 تمام لأنه x1 والx2 هي خلاص خط محدود يعني يعني هو عرض الخط فما عندنا مشكلة بي ولكن المشكلة وين المشكلة ال y اللي هو thickness لأنه أنت تتعامل ويا pixels أنت لا تتعامل ويا منطقة محدودة بحيث تقدر تحدد المكان بالضبط مثل ما حددنا مثلا البيكسلات لل line مثل ما أنت شايف ولكن ويا التراكينج والدتاكشن رح نتعامل بغير طريقة فشنو الشيء اللي ممكن نسوي هنا نجي end هاي نفس الجملة تتكرر بال c y بس هذا حيكون واحد وهذا حيكون ثلاثة أوكي وهذا حيكون c y الآن نحن رح نتعامل بشكل مباشر ويا c y ولكن هذا مو صحيح ليش لازم نحط هذو من range فش نقول نقول ناقص مثلا 10 ناقص 10 من c y و زائد 10 فإحنا هنا نحن سوينا أنه هذا الخط ال x انتهينا من عنده ولكن عدنا ال y ال y حطينا على range فإنه السيارة لما رح تدخل بداخل هذا range حظل تنحسب على أنه هي سيارة وحدة ما تنحسب أكثر من سيارة لأن إذا خلينا إذا شلنا هذا الزاد وال ناقص واعتبرناها نقطة وحدة فالسيارة أول ما تدخل الخط ستعتبر سيارة بعدها شوية ستعتبر سيارة ثانية بعدها ستعتبر سيارة ثالثة بعدها ستعتبر السيارة رابعة إلى أن نتعدي الخط كل فإحنا سيكون لدينا غلط 100% هنا يعني ال-Y لازم يكون واحد أنا غلطت المعذرة زي طيب هنا نجي جنسة وي نجي total حنحسب عرض السيارات فنسمي total count dot append حتى يجمع المن لل ID total count طلع لأنه إحنا ما حطي فنجي نعرف total count يساوي list لأنه رح تجمع عرض السيارات ونظل نحافظ على ID مثل ما هو وقد عدنا مشكلة وحدة إذا شو نتأكد أنه هذه السيارة من حسب مرتين حتى ما نوقع بهذه المشكلة فش نقول نقول if total count dot count لل ID يساوي 0 ثم total count شن يعني هذا الحتي يعني إذا total count إذا إحنا مثلا عدنا السيارة رقمها مثلا ال ID مالتها يخلي يكون واحد فإذا كان الواحد موجود إذا كان موجود وتكرر صار مرتين حط لي صفر وإذا كان موجود إحسب فهذا كل شي شنو عدنا بعد نجي نحط الكاونتر فالشي اللي راح أحط ه راح أستعيني بهذا التكست ونحط الكاونتر يا عزيزي الكاونتر okay so نحط الكاونتر هنا oops yes okay فالكاونتر راح يجي هنا بدل جانب ال نكتب car counter وهنانا total count هيكون total count وال total count هذي نحط ها لنحن حطيناها على أنه هي array فلازم length لل array وهي confident نشيل ها وهذا الحتي كل ما نحتاج هذا الكلام كل ما نحتاج نحتاج بس نحط 50 فاصل 50 وهذا الباقي كل ما نحتاج نخلي default ممكن أنت تغير إذا ما عجبك الفونت إذا ما عجبك thickness يعني كل هاي التفاصيل ولكن هذا هو default الآن نجي نسوي run و لا مو debug مو debug نسوي run و إن شاء الله ما كو error يعني حاس رح يطلع عنه error ما عرف ليش ما متفائل خلني شرب مي أوكي لا ما طلع عرار ممتاز الآيدي ديم شي صح اللين ديم شي صح 6 من حسبت هاي السيارة كأنه اكسيارات ماذا تنحسب 7 8 9 قد يكون الخلل بأبعاد اللاين أظن الخلل بأبعاد اللاين فاكسيارات ماذا تنحسب وكسيارات ده تنحسب خليني أتشيك المشكلة وين لأنه مو كل سيارات تنحسب سويت تغييرات أنه زيادت الليمت الرينج إلى 30 وزيادت طول الخط سويت 1260 خلين خلي نشوف خلي نشوف أوكي أوكي ثلاثة خمسة يعني 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 هو إحنا دا يصير لدينا missing counts ممكن نزيد طول الخط بعد أكثر 14 16 16 من حسبت هيا من حسبت 17 من حسبت من حسبت يعني دا يصير دا يصير دا يصير دا يصير دا يصير missing هيا من حسبت فاضحة حسب الأولاء هذه جميع من حسبت هيا من حسبت أوكي خلي نزيد طول الخط 1280 راح وصل إلى نهاية الشاشة إلى نهاية الفرامل إن هو الفرام 1280 720 فسوصلنا إلى نهاية الفرامل نهاية عرض الصورة أوكي هسا اللي حسوي حتى نضيف شغلة همين نتأكد بما أنه الخط عندنا أحمر ممكن نغير لون الخط لما السيارة تعدي يعني هسو الخط أحمر لما السيارة تعدي الخط يصير لون أخضر بس عكو شاء الله بما أنه هسا عدنا مشكلة بالدتكشن ممكن وين تتلاعب تتلاعب أيضا تتلاعب بال بالتراكر بالبرامتر ما التراكر يعني اتعدل وتغير هنا وهناك حتى يكون صحيح ويكون العد صحيح فاشلون نسأوي هذا الشي عفوا نجيب اللين اللي عدنا اللي عدنا اللي هو هذا وناخذه ونخلي هنا فقط ونغير هذا اللون يصير هذا يصير صفر وبس فأنا حطيت خط فوق الخط هذا اللي صار فانه السيارة منحة تعدي الخط رح يتحول لونه الى اخضر وبعدها من ما ك سيارة يرجع احمر فيعني هو مثل الضيفة انت لل جي شوف مثل مهسة يتحول الاخضر لما نتعدي سيارة اوكي اوكي على اي حال الفكرة اوكي ممتازة ولكن عدنا بس مشكلة بال يعني ممكن نتلاعب بال وممكن نزيد اكو شغلة اخيرة انه هذا ما عاجب ني ممكن نغير حتى نغير ال يوزر انترفيس يكون بشكل احسن اوكي الان انا جبت ملف اللي هو صورة سيارة ممكن نتغير انت ونضيف اللي انت تريد تسوي ونجي نضيف ها لل فيديو بحيث يطلع عنا يعني والفيديو هو دي اشتغل فراح نضيف ال graphics هنا رح نجي image graphics ممكن نسوي سوي cb2 good m read ال file name اللي هو graphics نر graphics ضم png بعدها cb2 dot m read unchanged حتى اشي لنا background و تنحط صورة ليش دخل ال image يعني صورة ال graphics دخلناها بال wild loop ما دخلناها ما حطيناها بره مثل ما سوينا بالفيديو بال model بال mask دخلناها داخل ال wild loop لأنه احنا بكل مرة رح نسوي iteration كل مرة رح نسوي run read هذه الصورة تكون موجودة طيب الآن نجي ندخل هذه الصورة على الصورة الرئيسية اللي هي الimage مالتنا الصورة الرئيسية ف cv zone cv zone got overlay png الimage back بعدين front بعدين position الimage back اللي هي ال img اللي هي الصورة الرئيسية مالتنا img بعدين front حتكون صورة الكاميرا او الفيديو او الday stall هو back بعدين front حتكون فوق الصورة السيارة فرح نجي منه image graphics و position حتكون zero zero حتى تكون بالزاوية طيب بعد شنضيف نضيف التكست الكاونتر فنيجي اوكي صار انه خلل المعذرة صار انقطع بالتسجيل اوكي وانشنا اوكي انشيل التكست اللي كان يطلع اللي هو هذا اللي هو الكار من سوى ونساوى ريران عفوان بارن ارر اوكي اوكي الان الان كار كاونت اوكي شغال والسيارة بالمكان اللي احنا نريده وكل شي تمام اوكي هسا نجي انضيف التكست اخر شي انشيل هذا التكست الموجود مالاتنا ونحط التكست اللي احنا نريده فراح يكون التكست مالاتنا بهالشكل هيكون سيوي دوت كت تكست اه اي ام جي بعدين التكست ارجن اه فونت فايس فونت سكيل اوكي نجي على وحدة وحدة اه عدنا الامج بعدين التكست التكست مالاتنا هيكون string str لل link لل total count حتى نحسب total count فنطلع برا قوس الاول القوس الثانية قوس الثالث نطلع اهنا اوكي بعدين عدنا الفونت فايس الفونت فايس هنخلي اه 255 مية بعدين عدنا الفونت الفونت السكيل اللي هو cv2 cv2 dot فونت فونت هرشي هذا بعدين عدنا السكيل نخلي ممكن 5 بعدين الكلر الكلر ممكن يكون zero zero 255 اوكي بعدين عدنا ثيكنس الثيكنس ممكن نخلي مثلا سبعة ثمانية تسعة عشرة up to you وبس نسوي run لحظة الحقيقة او او يكون بالمكان الصح طبعا انت هذه الامور كلها انت بامكانك انت تلاعب بها وتغير بها وتسويها بالطريقة وبالشكل اللي انت يعجبك وتوصل الى الشي طبعا انت انت بات هنا انه كاتب ويب كامل اللي هي هذه فبإمكانك انت هاي هم تغير ها الشي جميل بكل هذا الموضوع انه انت تشوف هال فيديو مصور بسرعت الحقيقية وال يولو بلابتوب الجي بيو مالت انفيديا 30 60 يعني جميل ال real time detection فهسا هذا real time يعني هسا احنا لو نبدل هذا الفيديو نبدله بويب كام حيشتغل مية بالمية طبيعي ولكن انت راح تواجه مشكلة الابعاد مثلا لغرافيكس احنا ضبطناها على هذا الشي ضبطنا كل شي على قياسات الفيديو فمثلا انت لو عندك ويب كام الويب كام لها قياسات معينة الصورة راح تطلع بحجم معين فانت تضبط الفيديو مالتك بناء على حجم الصورة اللي تطلع من الويب كام مالتك وصلت الى نهاية الفيديو خلي نوقف الشير سكرين ونوقف الكاونتر مالتنا و ارجع لك وصلنا الى نهاية الفيديو هذا اتمنى تكون استفادية اتمنى انا حاولت يعني جهد الامكان ان اوصل المعلومة حاولت اشرح بطريقة قد تكون مرات اكون confusing لانه احاول اوصل لك باكثر من طريقة فاحس نفسي بدل مدى اوصل لفكرة لاخبطك و اذا اعجبك الفيديو حط لي اي سؤال اي تعليق عندك انا رح اكون سعيد ان اجاوبك و اشوفك الفيديو جاي ان شاء الله